خليني هتكلم معاك بمنتهى الصراحة وبمنتهى الشفافية أنا واحد من الناس لست من أنصار الإعتام على الإطلاق خالص يعني أبحبش مسألة تسويد الصورة أو تسويد الموقف ولا أحب أيضا أنه أعطي الصورة بهجة أكثر مما يجب يعني لا أقدر أقول أنه هناك صورة مبهجة إلى أبعد الحدود ولا أنه الصورة معتمة إلى أبعد الحدود وانا عارف أو أظن حضرتك كده فهمت أنا بتكلم على إيه أنا بتكلم على الوضع العام بتاع الأسرة المصرية في مصر الأسرة المصرية في مصر مش الأسرة المصرية اللي عيشة في أي دولة من الدول الشقيقة ولا الأسرة المصرية اللي مهجرة في دول المهجر بقى سواء إذا كانت كندا أمريكا استراليا نيوزيلندا أوروبا إلى أخير الأسرة المصرية في مصر طبعا تعاني ومحدش يقدر ينكر على الإطلاق أنها طبعا تعاني ولازم نسأل هنا يا ترى هل ترى أكثر الطبقات اللي تقدر تصفها بالطبقة المطحونة كما جارت العادة فمصر وبرا مصر أكثر طبق تعاني من أي أثر من آثار التضخم هي طبقة الموظفين بشكل عام مش موظفين الدولة وبس أي موظف بيستنى آخر الشهر عشان يقبض المهية مهما بلغ قدره مهما بلغ راتبه هو مستني آخر الشهر هل هذا الموظف صاحب الراتب ده هذا الرجل في إيده يزود المرتب بتاعه كلما زادت الأسعار لا لأنه في النهاية هو واقع تحت إيد رب عمله أي أن كان يطلع قطع خاص يطلع قطع عام هو تحت إيد رب عمله يقرر أن يزيد المرتب أو لا يزيد المرتب يبقى الطبقات الأكثر معاناة دائما في مصر وفي أي حتة في الدنيا هم أصحاب الرواتب اللي هو بالتعبير اللي يمكن أصبح معروف مؤخرا الناس التي لا تمتلك حريتها المالية حريتها المالية يعني هو ما بيرفعش دخله الشهري وقت ما شاء التاجر يقدر يرفع دخله الشهري بيغرم حضرتك لأنه بيدفعك فرق الفلوس اللي هو محتاجها على البضاعة رجل الأعمال يقدر يرفع طبعا ده مش بتكلم في الدخل الشهري يقدر يرفع معدل صروته كيفه مشاء لأنه برضو هو بيزود صروته على حساب حضرتك لما بيبيع أي شيء أي أن كان المنتج أو الخدمة اللي هو الشريك فيها أو اللي هو بيستثمر في تقدمها لسياتك طيب عامل اليومية بالمناسبة يقدر يزود دخله لأنه في النهاية هو من يقرر أنه النهاردة يوميتي بكذا أنا بغير جلدة الحنفية بكذا النهاردة كانت بخمسة جنيه بكرا عايزها بعشرة جنيه هو حر محدش هيقوله تلت بتلاتة كام صحة ولا أنا غلطان يفضل طبقة الموظفين زي كده كل زمائل اللي موجودين احنا هنا موظفين زمائل أصدقائنا اللي موجودين في أعتا وأكبر الشركات في جمهورية مصر العربية والشركات الدولية وما إلى ذلك موظفين السي اوز الأعضاء المنتدبين أو المديرين التنفيذيين دول موظفين مستنيين المرتب في الآخر برضو هتيجي تقولي بس دول مرتبهم كبير هقولك وعنده احتياجاته والراجل الموظف الصغير اللي بيقبض يدوب لسه يعني مقبول في الشغلانة مبارح برضو اللي هو بيحصل على أصغر راتب موجود في الشركة اللي هو موجود فيها ولا في المؤسسة ولا في الهيئة برضو ده في النهاية خلص مستني المرتب إذن أصحاب الرواتب هم اللي بيقيه بيطحنوا